النادي الاهلي تاريخ مبادئ تطوير عندي مواضيع كتيرة عايز اتكلم فيها مع حضراتكم واول هذه المواضيع وهو موضوع هام بالنسبة لي وبالنسبة لكثير من الاهلوية زي ما تعودنا دايما مع بعض في البيت كبير دايما بنقول وبنتكلم في القضايا المهمة اللي تخص النادي الاهلي او جمهور النادي الاهلي الحقيقة اي برامج او قناة تانية بيكون هدفها احنا لما بنيجي نتكلم بيكون هدفنا الصالح العام هناك بعض القنوات الاخرى التي تدعي الحيادية التي تدعي الحيادية ولكن هي ليست قنوات حيادية القنوات الحيادية دي انا اطلع امسك العصايا دايما من نص ما بين كل الفرق اود الفرق كلها حقها لكن احنا هنا عندنا بنعمل كده او يعني احنا مش مطلبين ان احنا نعمل كده ولكن بنعمل كده النهاردة هقول لحضراتكم تفاصيل نركز فيها مع بعض لانه الموضوع كنت انا فتحته الاسبوع اللي فات لما تكلمنا عن بطولة السوبر وبطولة النخبة المنتظرة اللي حيتم اطلاقها ان شاء الله وحتكون بديلة للسوبر فاكرين حضراتكم لما انتقدنا احد اعضاء مجلس ادارة الاتحاد اللي طلع من دماغه يقول مين له الحق في المشاركة يعني بيقولك ايه الفرقة دي هتلعب والفرقة دي هتلعب في السوبر اللي جاي اللي هي بطولة النخبة وقال ايضا مين ملوش في اللعب او مين مش هيلعب هذه المباراة وقلنا ساعتها انا قلت هذا الكلام قلت ان لسه اصلا مفيش ليحة لهذه البطولة الجديدة علشان حد يطلع يتكلم ويقول مين هيشارك ومين مش هيشارك يعني انا ما عرفش النادي الايلي هيشارك ولا لا لكن خليني النهاردة اقول لحضراتكم السيناريو اللي هيحصل خلال الفترة القادمة بالتفصيل اللي هيشوف الفيديو ده يتفرج عليه ويخليه ويشوف الفترة اللي جايه هيحصل ايه اتحاد كرة القدم بدأ بالفعل الترتيب لدعوة للجمعية العمومية للانعقاد بعد انتهاء السنة المالية في شهر يوليو القادم لماذا سيتم الدعوة لعقد جمعية عمومية لان اتحاد كرة القدم في لايحته في النظام الاساسي بتاعته الصادرة يوم 29 نوفمبر 2020 والمعدلة بتاريخ 28 نوفمبر 2021 اللي هي طبعا منشورة في الجريدة الرسمية في الباب الاول التعريفات والاحكام العامة موجود فيها تعريف كأس السوبر كالقاتي كأس السوبر بطولة سنوية ينظمها الاتحاد بين بطلي الدوري والكأس شكرا نقطة طب الباب السابع الخاص بالبطولات في المادة 79 البندة ألف بيقول ايه؟ بينظم الاتحاد البطولات الآتية رقم 8 كأس السوبر رقم 8 كأس السوبر البندة بيه في نفس المادة بيقول انه يجوز للمجلس الادارة ان يفوض الى الروابط الخاضعة للاتحاد في تنظيم البطولات ولا تتداخل البطولات التي تنظمها الروابط مع البطولات التي ينظمها الاتحاد البندجين بيقول ايه؟ انه يجوز للمجلس الادارة اصدار لوائح خاصة في هذا الامر عام باسلام قولينا الكلام ده بالمعنى اللي احنا عارفينه او عايزين نفهمه ده كلام قانوني الحقيقة انا لما عدت اقراه عدت فترة لغاية لما فهمه يعني ادخليني اقول لحضراتكم بالراحة يعني اتحاد كرة القدم لازم ياخد موافقة الجامعية العمومية على تعديل الليحة علشان يغير شكل بطولة السوبر ده من الاخر السطر ده هو اللي انا بقوله طب هو ده بس اللي حيكون المطلوب في الجامعية العمومية دي؟ لا طبعا حيكون فيه تفاصيل تانية زي مثلا مثلا لماذا اعترض النادي الاهلي على لجنة الانضباط؟ ولماذا تقدم النادي الاهلي الى المحكمة الادارية بموضوع لجنة الانضباط؟ عشان الكلام اللي انا هقوله اللي جاي ده اذا اتحاد الكرة القدم سوف يسعى لانعقاد جامعية العمومية لسببين؟ السبب الاول هو تغيير شكل نظام بطولة السوبر زي ما حضرتك شفت دلوقتي من خلال البنود اللي موجودة القصة التانية هي انتخاب لجنة الانضباط ولجان مستقلة داخل الاتحاد هنا لو ده حصل هنا الاتحاد بيؤكد صحة موقف النادي الاهلي زي ما قلت حضرتكم لما اعترض قانونيا على تشكيل لجنة الانضباط بالتعيين ودي نقطة الحقيقة واضحة انا مش عايز اتكلم فيها لكن هي نقطة واضحة يعني لما انا طلعت هنا وانتقطت دكتور اهاب الكومي واللي كان عمالي الحقيقة يوزع المشاركات انا بانتقد اداؤه ما بانتقدوش هو دكتور اهاب الكومي رجل محترم جدا 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 وله الكثير في قلبي ويعني عنده نجاحات كبيرة جدا بيقدمها في الدرجة التانية وهو مختص في هذا الامر لكن لما تيجي تطلع تتكلم لازم تبقى عارف انت بتقول ايه يوزع يعني كل واحد من حقه ان هو يقول مين حيشارك ومين مش حيشارك انا مكنتش بتجنة على حد بالمناسبة في هذا الامر ولا هو موقف شخصي انا قلت الكلام ده مليون مرة بكده اللي عايز ياخده موقف شخصي هو حر ولكن انا بالنسبة لي هذا الموقف ليس موقف شخصي انا لما بطلع انتقد حد كلهم اصدقائي وكلهم صحابي انا بانتقد محمد بركات هو حد حيبقى اقرب ليا من محمد بركات مثلا بانتقد محمد بركات وبانتقد حزم امام هو حد حيبقى اقرب ليا من محمد بركات وحزم امام لا طبعا ولكن بالنسبة لنا أنا بفكر بهذا الشكل أن مصلحة كرة القدم المصرية والنادي الأهلي بالنسبة لي أهم من أي حاجة تانية عشان كده أنا بطلع أتكلم لو ده حصل في الجماعية العمومية اللي جاية وأنا متأكد بنسبة 900% أنه هو حيحصل أرجو من كل واحد أو الناس اللي قعدت وقعدوا يتكلموا ولخص الإسلام ومش عارف بيعمل إيه وبيعمل إيه أنا عمري ما بتكلم بحاجة شخصية ولا تفرق معي ولو شفتك هو أو غيره يعني هسلم على الناس كلها وابوسهم وحدونهم كلهم إخواتي وأصدقائي وكل الناس إخواتي وأصدقائي ولكن أنا آسف جدا لما نطلع نتكلم لازم نبقى عارفين بنتكلم إزاي وبنقول إيه لأن الليحة نفسها بتقول إيه لا يمكن تغيير نظام كاس السوبر إلا بعد موافقة الجماعية العمومية إيه رأي حضرتك في الكلام ده وبيني وبينكم اتحاد كرة القدم محتاج دلوقتي إن هو يعيد ترتيب أوراقه ينظم أموره بشكل أفضل عشان اللي شايفينه في لجان الحكام واللجان الداخلية داخل الاتحاد والإدارات المختلفة بتؤكد أن هناك عشوائية كبيرة في إدارة اتحاد كرة القدم ترجمة نانسي قنقر